اشتركوا في القناة المومني دكتور في علم الأدوية زميل جماعي الدان الأمريكية لعلاج التوحد وايضا المدير الإداري لعيادة أكسي كير لعلاج التوحد صباح الخير دكتور صباح الورد شكرا لكم وشكرا لإستضافتكم إلنا أهلا وسهلا فيك طبعا بالبداية هو مش توحد الكلمة هي أطياف توحد لما قعدنا الصبح وقعدنا ندردش مع بعض فأنا بيلفت انتباهي كتير لما بنقعد نحكي مع كتير من الناس أو في أي عيادة أو مستشفى ممكن يقولك أنا ابني عنده توحد في مؤخرا بعض الناصر وعيين أكتر بيجبوا يقولك أنا شخصوا ابني أخف من التوحد شخصوا أطياف توحد هو حقيقة يعني أنا بدي أفرق بين ما كان يعرف قديما بمرض التوحد واللي هو مرض وراتي أساسا وما يعرف اليوم بالعديد من الأمراض اللي تنتوي تحت طيف واحد من الأمراض اللي نتيجة التشابه في الأعراض بين هاي الأمراض ومرض التوحد سموهم أطياف التوحد يعني في الغالب الأعراض بتكون أعراض سلوكية ومرض التوحد الكلاسيكي اللي كان معروف بالعشرينات والثلاثينات أعراضه سلوكية كمان فبالتالي نتيجة التشابه في الأعراض سموه أطياف التوحد لكن ينطوي تحت هذا الطيف عدد من الأمراض اللي من ضمنها مثلا ما يعرف بالADHD تشتت الانتباه وفرط الحركة Attention Deficit Hyperactivity Disorder اللي من ضمنها ADD Attention Deficit Disorder تشتت الانتباه من ضمنها التأخر العام في النمو ADD يعني بتلاقي الطفل ممكن يكون غير ناطق ممكن يكون متأخر مش بس غير ناطق متأخر في استيعاب اللغة ممكن يكون متأخر في قابلة للتعلم عنده صعوبات تعلم عنده بعض السلوكيات اللي قد تدل على أنه الطفل مستوى الإدراكي أقل من عمره لكن بدي أنوه هذا الحكي لا يعني أنه طفل عنده تخلف عقلي يعني أمراض أطياف التوحد هي ليست إعاقة عقلية هي أمراض وفي الغالب في الغالب إذا بدنا نستثني مثلا الريتس سندروم اللي هو أحد الأمراض بسموها متلازمة تريتس باللغة العربية أحد الأمراض الوراثية يعني الريتس هو من أطياف التوحد لأعلاقة مباشرة بالوراثة هذا مرض وراثي بحت لكن ما عدا ذلك كثير من أمراض طيف التوحد هي أمراض مكتسبة يكتسبها الطفل في الغالب يعني 90% من الحالات بعد ولادته خلال السنتين الأولى من عمره طب دكتور يعني أنت حكيت في البداية أنه كان بالعشرينات والثلاثينات موجود هذا المرض لكن ما سمعنا عنه كثير ما عاننا منه كثير مش منتشر بكثرة صح ونحن لا نستطيع أن نعرف إذا كان منتشر بكثرة أو لم يكن منتشر بكثرة مثل بنفس الطريقة التي يمكن أن نتحدث عن المرض السكري أو عن السرطانات كانوا في العشرينات والثلاثينات الناس يموتوا من أمراض معينة لكن كان صعب يقول والله هذا مات لأنه صابته جلطة دماغية مات هذا صعب أنه نعرف ما كان في وسائل التشخيص الموجودة الطب ما كان متطور للدرجة أنه في بعض الأحيان يكشف عن بعض الأمراض أو يشخص بعض الأمراض اللي صار حديثا عدة عوامل أولا تطور الطبي اللي صار في مجال التشخيص ومجال التعامل مع الأمراض صار في تطور هائل وخصوصا في آخر 30 سنة تنين العوامل البيئية والتغير البيئي تلوث تلوث البيئة اللي صار في آخر 20 سنة يعني حتى في بعض الأبحاث الآن بتحكي عن 3000 مادة كيميائية موجودة في الجو نحن ما بنعرف شو هي هاي المواد حتى بنعرف ما إلهاش أسماء علمية فبالتالي نحن صعب نعرف شو تأثيراتها البايو كيميائية على جسم الإنسان يعني بدأ أرجع عيد للنسبة اللي ذكرتها هو طفل يعني من بين 100 طفل بالذكور صحيح وبالإناث 1 لـ 400 يعني منتشر بالذكور أكتر صحيح هو إحنا بنحكي لما يعني بتطلع عالمياً هو ولد من كل 100 ولد وبنت من كل 400 بنت فنحن لما بنجي نحكي على الأطفال المصابين بإضطراب طيف التوحد من كل أربع أطفال أو مقابل كل أربع أولاد بتشوف بنت واحدة أنا حابة أحكي عن الأعراض لأنه عم بصير تأخير في التشخيص مش عم نعرف شو المشكلة فلو بنا نحكي عن الأعراض مبدئية وكيف نقدر نعرف أنه هذا أي نوع من أطفال التوحد أوكي التشخيص بتم على عدة أسس أول إشي بدي يكون فريق طبي متكامل وقد يكون فيه بعض الأعضاء في الفريق الطبي هم من المعالجين التأهيليين يعني يصعب على طبيب أنه يقول أنه هذا الطفل عنده كذف في طيف التوحد وإن كان يمكن أن يقول أنه هذا الولد على طيف التوحد لكن الآن يعني في بعض الـ أو النماذج الأسئلة الموجودة عالميا اللي أنت ممكن تتبعها وتسأل هذه الأسئلة للأهل بالإضافة لمراقبتك للطفل طريقة لعبة الطفل طريقة سلوك الطفل التواصل البصري التواصل العاطفي مع الأهل أو مع الغير اهتمامه بوجود الناس الآخرين في المكان شو اهتمامات الطفل أو محدودية الاهتمام أو متنوع الاهتمام عند الطفل قابلته للتعلم هل الطفل بتعلم بطريقة التعلم السلبي يعني بمعنى آخر أن الطفل لا يمكن يشوف أشياء على التلفزيون يتعلمه أو يسمع تنين بيتحدثوا بيتحدثوا مع بعض يسمع كلمة ما كان يعرفها لأنه سمعها من تنين بيتحدثوا مع بعض تعلم الكلمة مش انك انت تيجي تعلموا إياها يعني تلقين نعم تدخل مخلمة آن عرفتك كيف بالإضافة طبعا هذه الأمور اللي نحن نطلع عليها القدرة على التعلم التواصل مع الآخرين طريقة اللعوب بناء علاقات مع الأطفال التانين بنفس المرحلة العمرية قابلية التعلم وجود بعض السلوكيات النمطية شو يعني سلوك نمطي سلوك نمطي يعني أنه سلوك متكرر وقد يكون السلوك للناظر لا يعني شيء يعني سلوك بلا هدف زي مثلا أن الطفل ممكن يتطلع على إيده وتتكرر هذه يعني باليوم بتكرار عالي هلأ بالنسبة إلي وإليك أني أنا أكون قاعد قدامك وأتطلع على إيدي يعني رح تسألي حالك طب أيمان ليش عم يتطلع على إيده هلأت كيف فالسلوك غير مفهوم بالنسبة للأخر هلأ قد يكون إليه دلالات بالنسبة للطفل لكن كونه هذا الطفل غير ناطق فبالتالي صعب علينا أن نعرف شو دلالاته هلأ صعوبة الناطق صعوبة التعلم موجودة بكل الأطياف التوحد لا مش شرط مش شرط الأشي اللي ضروري أن نعرفه أن الأطفال اللي عندهم أطياف التوحد مش شرط أنه يكون عندهم كل الأعراض ومش شرط أنه يكون عندهم نفس الأعراض يعني في بعض المشاهير عالميا عندهم أمراض من أطياف التوحد وهم ناطقين وأصحاب شركات عالمية الآن لكن هو زي ما قلنا يختلف في نوع المرض زي مثلا أسبرغر أسبرغر ديزيز أو مرض أسبرغر هو أحد أمراض طيف التوحد هذا المرض يتسم بأنه الشخص المصاب فيه سواء كان طفل أو شخص كبير بيحكي وممكن يدخل في محادثة عادية بينك وبينه لكن أنت وين بتحس الفرق بينك وبينه أنه مثلا هلأ أنت وعم تحكي معي تعبيرات وشك عم تختلف لما عم بحكي شغلة مش واضحة بتكشري بوشي بتزعل مني لما بحكي شغلة مثلا سهلة وبسيطة عم تبتسميلي الشخص اللي مصاب بأسبرغر مرض أسبرغر صعب يفهم إيماءات الوش يعني مثلا ممكن يكون يحكي معي يقعد نص ساعة وهو يحكي عن الموضوع أنا مش كتير مهتم بصير أتطلع على الساعة بصير أعمل هيك هو بضله يحكي ما بيعرف أنه هو ما بيفهم هذه الإيماءات أيضا يعني من ضمن الأشياء اللي بمسمعها أنه بيكون مش حاسس بشعور الأشخاص اللي حواليه ما فيش أيهم هي هذه فهمه للإيماءات لأنه إحنا أحيانا مش كتير صريحين في تعاملنا مع الآخرين بإني أنا أعبر عن الفكرة اللي في بالي بالكلام يعني أنا إذا زهئت من إذا إنتي هلأ زهئتي من حديثي سيرت تطلع على الساعة ما بتقولي لي إف أي من زهاتني بس هو أصلا ما بيكون مرات في بعض الحالات بيكون شايف أصلا لقدامه بيكون شايفه بس ما الإيماءات هذه صعبة فهمها لا تترجم بالنس بيقوله للمعاني اللي نحنا منعنيها وهذا مش كلهم كمان أعرفت كيف كتير يعني تقريباً 8 أنواع من أطياف التواحد فيه 7 أو 8 أنواع نعم إذا حكيتين له نكتة مثلاً الحبكة فيها شوي مخفية بجوز ما يفهمش النكتة أعرفت كيف العلاج يعني بنسمع عن الأكسوجين العلاج السلوكي يعني كيف نسب أنواع العلاج ونسب النجاح يعني فيه أشخاص خلاص بيوصلوا مية بالمية حالات شفاء بيصير شخص طبيعي في التفاعل والتواصل هلأ هناك أكثر من طريقة علاجية معروفة عالمياً أحب أن أبدأ في مركز للأبحاث موجود في أمريكا اسمه المركز الأمريكي لأبحاث التوحد أو أطياف التوحد American Autism Research Institute ARI هذا من حوالي 20 سنة بدأ يعمل أبحاث لما بدأ الزيادة في عدد الأطفال اللي مصابين بأطياف التوحد بدأ أبحاث عملياً على هذا الطيف وبدأ يبحث في شو الخلل الحيوي في الكيمياء الحيوية في أسباب السلوكيات هذه أسباب القصور في النمو إلا ما يكون في إلها أسباب نحن جسمنا عبارة عن كيميا الادماغ كيميا الضغط الدم كيميا السكر كيميا كله كيميا وكله مرتبط في بعضه جهاز المناعة مرتبط بالجهاز العصبي المركزي مرتبط بالجهاز الهضمي يعني كتير نحن بنسمع من الناس قولك أنا عندي القولون العصبي شو يعني القولون العصبي إنه أنا لما بكون عندي سترس عملية شغل القولون بتصير فيها اضطراب بصير في عندي ألام فبالتالي الجسم هو عبارة عن كيميا ومرتبط ببعضه لما بتكون أنت تحت سترس كبير بيطلع لك نقصري نفط البرد صحيح؟ 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 من الـ ARI أو الجمعية الأمريكية لأبحاث التوحد جمعية أخرى اسمها دان اللي هي اختصار له تغلب على التوحد الآن هذه الجمعية بدأت تتأهل عدد من الأطباء وحملت شهادات الدكتوراه في علم الأدوية والتمريض بحيث أنه يكونوا كفرق طبية متكاملة لعلاج الأطفال المصابين بأطياف التوحد انبثق عنها بروتوكولات علاجية تعرف ببروتوكولات دان وبما أني حكيت كلمة بروتوكولات بحب أني أنوه كلمة بروتوكول لا تعني إنها كتاب طبخ يعني بروتوكول يعني اتبع الخطوة 1 2 3 4 خلاص على كل طفل عنده طيف تواحد معناته مشيت الأمور لا بروتوكولات علاجية تعني بأنه أنت بتعمل فحوصات مخبرية بتكشف عن بعض الأمور الكيميائية وبتبلش تستعمل بعض الطرق العلاجية بما فيها الأكسوجين المضغوط بما فيها الحميات غذائية معينة بما فيها مكملات غذائية فيتامينات وأملاح لعلاج هذه الخلم يعني دكتور أيمن بدي أعتذر منك لضيق الوقت لكن ممكن نحكي بحلقات لاهقة عن كل نوع من أطياف التوحد كيف العلاج زي ما حكيته بروتوكول فحسب الشدة حسب الأعراض 100% لكن قبل خلينا نوح في النهاية عن المؤتمر رح يكون للتوحد بـ 18 و 19 5 لكل أهل بيحبوا يشارك نعم رح يكون في مؤتمر بـ 18 و 19 5 بقصر المؤتمرات عيادة أوكسيكير رح تكون مشاركة بكل الفريق الطبي اللي موجود فيها بالإضافة لعدد كبير من المعالجين والمراكز التأهيلية بالأردن بالنسبة لنا نحن كفريق طبي رح نحكي مش بس عن بروتوكول دان والأكسجين رح نحكي عن العلاج بالاسترجاع العصبي رح نحكي عن العلاج بالتكامل السمعي له الأمور الطبية رح نحكي عن فرط الحركة وتشتت الانتباه بالأمور التأهيلية لأنه العلاج التأهيلي مكمل للعلاج الطبي رح يحكي عن العلاج التكامل الحسي رح يحكي عن العلاجات التأهيلية أو ما يعرف بالـ ABA هم ممكن يعتبر أمل للأهل والمرضى هذا المؤتمر مجاني حضوره مجاني للجميع وأظن أنه رح ينشر في بعض الجرائد المحلية البرنامج والمحاضرين والأوقات لها نشكراك ونحكي طبعاً داماً الأمل موجود بفضلكم بجهودكم يعطيكم ألف عطية دكتور أيمن المؤمني دكتور في علم الأدوية زمين جميعية الدان الأمريكية لعلاج الطبي يعطيك ألف عطية شكراً مكملين معكم دنيا يا دنيا بفقرة فنية تستنىكم بعد البرك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر